أعلم على حسية الصدر كعايل بيكوح في مواسم دخول الشتاء يكوح الليل يكوح يصحي يكوح يلعب يكوح يضحك يعاية يكوح دي كوح يتحسسي نعمل إيه للأطفال دول؟ نحسن الظروف بلاش تدخين دخم في الشقة ده أزه لا ضرر ولا ضرار ما تدرش عيالك دخم في الشارع على الأهوة زي ما أنت عايز ولا في العربية مع العيال ولا في البيت لو سمحت عايز تعمل ما بدألك فيه بعد هذا اعمل بس بعيد عن العيال والنبي لو سمحت مش مفروض أن أنت كأب محترم كده أو أم محترمة أن دكتور الأطفال يبقى خايف على عيالك أكتر منك أو أكتر منك لو سمحت ابعد إيه لا ضرر ولا ضرار دخم بعيد عن العيال لو تكرمت تبقاش بقى إيه يعني مش مسؤوليتك أن أنت تجيب العيال العيالة وتدفع له كاش فمسؤوليتك أنك تحميه من نفسك أول حاجة ما دلاش تدخل قدام العيال طيب العيال بيقح في التوقتات ندي موسعات للشعب البخاخات ما فيهش تعود يا جماعة لو سمحتوما إيه يعني عندنا تريندي كده في مصر دكتور بيتون ده اللي علمني لحسية الصدر كنت شغالي للريجسترات أو الأخصائي بتاعه فلما جيت أرجع بعد البيعصة مصر قلت له دكتور بيتون لو سمحت كلام ده من عشرين سنة سنة خمسة وتسعين بالظبط عايزة استعدعيك في مصر عشان تنشر الثقافة بتاعة استخدام البخاخة في مصر قال لي يا رفعة مش أجيلكوا ليه لأنه ما فيش بخاخات في مصر وما فيش أجهزة اللي سبتا ما كانش موجود في مصر ولو الاتنين موجودين الناس مش هيقتنعوا باللي أنا بقوله كلام ده سنة خمسة وتسعين لأنه فعلا ما كانش فيه بخاخة في مصر ولا أجهزة في مصر عملت أنا إيه رجعت من البعثة في مستشفى المعادي كوات المسلحة جبنا دكتور تيرنر وخليته كل عيان ييجي يكتب له البخاخة عشان الناس برضو لما إيه لما دكتور شعر أصفر وعينيه خضراء أو عينيه زرقاء يقول الحاجة الناس بتقتنع بالكلام غير لما يبقى دكتور مصر وبدأت استخدمت الدكتور تيرنر علشان ننشر ثقافة سنة خمسة وتسعين في مصر إن العيال بتتعالج ببخاخة ودي كانت حاجة جديدة ما حصلتش قبل كده في مصر في العيال الحمد لله انتشر الوعي ده دلوقتي وناس كتيرا بتستخدم الاسبيسر ده والبخاخات كانت البداية في مستشفى المعادي عن طريق الدكتور تيرنر اللي أنا استخدمته رأس حربة علشان يدخل أو الناس تقتنع لأن أنا مهما قلت محدش هيقتنع بالكلام دكتور صغير لجع من إنجلترا فرحم بنفسه ودكتور مصر الناس مش هتقتنع لكن لما قالها الدكتور تيرنر وهو شعره جميل كده وعليه زرقة وهو حتى ما كانش بتاع حاسية الدكتور تيرنر الدكتور تيرنر ده كان بتاع أطفال حديث الولادة بس الناس قابلت منه كلام لأنه خواجه وبادئنا من هذا الوقت انتشر الوعي إن ممكن العيال يتعالجوا عن طريق البخاخة عن طريق الاستنشاء ما فيش مشكلة خالص لأنه جات من دكتور إنجليزي لغاية دلوقتي بقى اللي أنا بستغرب له إن إحنا فات من 95 النهاردة بـ 2016 فات 21 سنة والناس لسه لغاية دلوقتي بارح محاولات مستميتة مع أم وأم صغيرة مش ستة كبيرة ولا حاجة هنقول عندها تقاليد رسخة في دماغها إن أنا أقنعها إنها تاخد بخاخة الطفل عنده حاسية والعي المتدمر ما بيروحش المدرسة كل يوم يكوحوا وقعد في بيته الحاسسية تزبطها إن العيل يعيش حياته طبيعي يعني إيه يعيش حياته طبيعي يعني يناب ويلعب ويضحك ويروح يلعب رياضة ويروح المدرسة دي الحياة الطبيعية لو ابنك ما بيعملش كده يتبقى دي حياة مش طبيعية والحاسسية مش متزبطة طب بنعليجها إزاي بنديهم موسعات للشعب بختم فنتولين لما يكوح وتعملي جدول يعني إيه استخدمنا فنتولين النهاردة نعمل صح على الجدول لو لقيت نفسك العلاج الوكوائي بخخة فيها نسبة كورتزون الكورتزون برضو مش ركسي من عمل الشيطان الكورتزون ده علاج والكورتزون المستنشق ده مفيش منه ضرر غير اللي ممكن يعمل فيتريات على اللسان نتلاشاها إن إحنا نشرب شوية مية بعد بخخة الكورتزون الكورتزون تلما بنستخدمه ممكن نستخدمه لغاية 800 مايكرو جرام مينغور ما يعمل أعراض جانبية اللي إحنا بندير العيال 200 مايكرو جرام في اليوم ولا حاجة لغاية 800 فإحنا بندي 200 فقط أقصى عي اللي بياخد له 200 أو 250 بكتير لغاية 800 إحنا أمان فما فيش خوف أنا مش عارف الخوف بينبع من إيه والعيال اتعمل قتل أباحسا الكلام اللي أنا بقوله ده أنا ما اقترعتوش 30 سنة من سنة 90 في إنجلترا بيستخدم البخاخات لإعلاج الأطفال اللي عندهم حسين فقتل أباحسا اللي بتأثر على النمو ولا الطول ولا ليه أعراض جانبية أكتر من اللي ممكن صغيرين بعد ما أخد البخاخة اللي فيها نسبة كورتزون لو سمحتي بلاشت وفوتي إن ابنك تعالج علاج صح نتيجة مخاوف مش موجودة إن الطفل هيتعود على البخاخة والله العظيم ما فيش تعود على البخاخة العيالي اللي عندهم حسين بيخفوا عند سنة 7 سنين 8 سنين كل شتوية يحتاج ياخد العلاج مش معناها إنه متعود على العلاج يتعود على البخاخة معناها إن المرض لسه مختفاش المرض بياخد معظم الأطفال غاد سنة 7 أو 8 سنين الحساسية عندهم بتختفي في هذا التوقيت لو سمحتي في بداية الشتا ابنك عنده حسية بلاش حدي يدخم في الشقة طعمي ألف الونزة لأن نزلات البرد بيتجيب أعراض جمدة جدا بتهيج الحساسية فطعمي الألف الونزة حتى لو تدي حماية 50-60% أحسن مما فيش يبقى أنت طعمي في بداية الشتا ومحدش يدخم في الشقة ولو بيكوحي إدي موسعات للشعب لقيت نفسك بتحتاجي موسعات للشعب أكتر من 3 مرات في الأسبوع إدي بخاخة فيها نسبة كورتوزون شربي مية أو العيل يشرب مية مش حضرتك لا أهو الوقت التفل يشرب شوئة مية بعد البخاخة عشان ما يحصلوش إيه ما يحصلوش في ترياض مش كل العيل عنده صعوبة التنفس عنده حاجة في صدره